بسم الله الرحمن الرحيم الكورس هو عباية عن الارغانوماتيلاككمستري كيميا العضو معدنية محاضرتنا هي مقدمة عن المركبات العضو معدنية وتصنيفها مع توضيح طاقة وقطبية وفاعلية الرابطة متال كاربون بونت الموضوع اللي رحنا تطلق Rouge عبادة عن المقدمة وتصنيف المركبات العضو معدنية وارتباطية اللواقط وقطبية المركبات العضو معدنية وفاعلية واستقرارية الرابطة مثل كاربون بون وأنواع الروابط نجي للمقدمة بحكي لي أنه المركبات العضو معدنية لها أكثر من مسمى من هاي المسميات المركبات العضو معدنية الأورغانيومتال كومباوند الأورغانيلات عضويات الفلزات والعضو معدنيات على شو هي المركبات اللي أنا بستطيع أطلق عليها اسم الأورغانيل متال كومباوند عندما أشاهد المركب أحكي أنه المركب أورغانيل متال كومباوند أو مركب عضو معدنيات بشكل عامي نعرف أنه الأساس الجزء في الأورغانيك عبارة عن ذرة كربون محاطة بأربع ذرات هيدروجين إذا شلنا هاي ذرة الكربون محاطة بأربع ذرات هيدروجين هون هيدروجين وهون هيدروجين وهون هيدروجين وهون هيدروجين هلأ هون درت هيدروجين إذا شلنا درت الهيدروجين هاي وحطينا مكانها متال تمام شو بصير عنا هاد المركب أورغانو متالك كومباوند تمام تمام هلأ شو بي أبحث لبعدها أحيانا عفوا هذه المركبات هون هذه المركبات معروفة لعناصر المجموعات الرئيسية والانتقالية في الجدول الدوري يعني بشكل أساسي تقريبا هي بتكون هي عناصر المجموعات اللي هون تمام هي هاي بتكون العناصر الفلزية طبعا هون في عندك أشباه فلزات وغاسته هالإشياء هون عندي الفلزات تمام وأحيانا يطلق على المركبات العضو معدنية المصطلح أورغانو إليمنتس ليشمل بعض الغناصر لا فلزية وشبه الفلزية التي لديها مركبات حضوية شو يعني بحكي لأحيانا أنه درت الكربون هاي بالوسط اللي بتكون بالمركبات العضوية درت الكربون التبطط مش مع فلز مع شبه فلز أو لا فلز ساعتها ما بسمي المركب أورغانو مثلك أو مركب عضو معدنية بسميه أورغانو إليمنتس تمام هلأ لو أجينا على التصنيف الأهم لهذه المركبات تصنيف المركبات الأورغانو مثلك بيعتمد لي على نوع الرابطة يلي بين المثل والكربون إذن تصنيفهم بيعتمد لي على الرابطة يلي بين المثل كربون بوند على أساس هاي أما بصنفها لتساهمية أو أيونية أو ألفا بيتا دلتا تمام شو يعني سيجما وبيت سيجما وبي ودلتا هلأ بحكي لأن الأوفرلاب أو التداخل بين الأفلاك اللي عندك الأوفرلاب اللي شو عندنا إحيانا